بعد أسبوعين من الأشغال والمفوضات العسيرة قمة المناخ تختتم بتبني اتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي تحت مسمى مثاق غلاسجو نتيجة سارعت الكثير من الدول الأطراف إلى وصفها بالمخيبة لكنها انقضت القمة من الفشل الذريع في نظر البلد المنظم والدول الكبرى دون أن تنجح في تبني احتواء خطر ارتفاع درجة الحرارة أسفرت قمة غلاسجو عن مخرجات التزمت عبرها الأطراف المشاركة في الاتفاقية على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تضمين الوثيقة لأول مرة لغة تطالب الدول بتقليل اعتماد على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الإحفوري خطوة تستهدف مصادر الطاقة التي يقول العلماء أنها الدافع الأساسي لتغير المناخ الاتفاقية حققت تقدما في مطالب الدول الفقيرة بتحميل البلدان الغنية مسؤولية مضاعفة تمويلاتها الجماعية الموجهة لحماية المناخ بحلول الفين وخمسة وعشرين وأنها المفاوضون اتفاقية ملحقة تضع القواعد لأسواق الكربون بما يترتب عنها انفاق تريليونات الدولارات لحماية الغابات وبناء مرافق للطاقة المتجددة قمة غرازغو توصلت أيضا إلى عدد من الاتفاقيات الجانبية أبرزها مبادرة عالمية قادتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض غاز الميثان وعدت من خلالها نحو مئة دولة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة ثلاثين في المئة في آفاق الفين وثلاثين اشتركوا في القناة